موسيقى لجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد-19 تخصص اجتماعها لتقييم واستعراض الحالة الوبائية وتقرر إجراءات للحد من انتشار الفيروس الدينة كيهايدي تحتضن اجتماعا تشاورية لتنفيذ التزامات رئيسي الجمهورية في مجال تطوير قطاع ثروة الحيوانية موسيقى تدشين وعدة فصول مدرسية بولاة وقشوط الجنوبية والشمالية لمواكبة تطورات الحاصلة في المجال التربوي موسيقى عياكم الله مشاهدين اهلا بكم الى المسائح من التلفزة المرتانية مرحبا بت اهلا سماعي لنرحب كذلك بمشاهدنا الكرام والسلم الحميدي الذي يرافقنا في تقديم هذه النشرة بلغة الاشارة مشاهدنا الكرام للوقاية من فيروس كوفيد 19 بادروا بالتلقيح والتزموا بالاجراءات الاحترازية عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد 19 اليوم اجتماعا بمباني وزارة الداخلية والامركزية خصصة لتقييم الاجراءات التي تخذت اللجنة مؤخرا للوقاية من هذا الوباء وقد اصدرت لجنة بيانا استعرضت فيه الحالة الوبائية للجائحة وتقييم الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الاخير كما لاحظت اللجنة تطبيق تلك الاجراءات وطالبت بتسريع تنفيذها وقررت ما يلي تسريع تنفيذ الاجراءات الاحتياطية بالمرافق الادارية وخصوصا برمجة تلقيح منتسبية المرافق الادارية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ذات الصلة في أجر أقصاه الثلاثاء العاشر من أغسطس 2021 عند الساعة الثالثة ظهراء تعزيز الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالأسواق ومحطات النقل وتقريب مراكز تلقيح من السكان ومتابعة التوزيع المجاني للكمامات التأكيد على حضر كل التجمعات وتعليق التراخص السابقة لكل نشاطات الجماعية إلى إشعار جديد التحضير الجيد للأسبوع الوطني لتلقيح الذي سينطلق يوم الخميس الثاني عشر أغسطس السهر على ضبط كل المساطر الضامنة لتوفير كل المستجزمات الطبية الضرورية استنهاض همم جميع المواطنين من أجل وعي خطورة هذه الموجة من الجائحة والالتزام بالإجراءات الاحتياطية والحثة على الإقبال على مراكز التلقيح والانخراطة في جهد وطني لتوجيه المواطنين إلى أماكن مراكز التلقيح حث كافة صناع وقادة الرأي من علماء وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين على المساهمة الفعالة في الجهد الوطني المكثف من أجل التحسيس والتعبئة ضد كوفير 19 ومتحوراته عقد وزير تنمية الحيوانية رفكة ولي قرغل صباح اليوم في مدينة كهيد اجتماعا مع المنمين والمهتمين بقطاع ثروة الحيوانية في هذه الولاية يهدف الاجتماع إلى التشاور بخصوص الخطوات العملية التي ستمكن من تنفيذ وتطبيق التزامات رئيس الجمهورية في مجال تطوير قطاع التنمية الحيوانية التنمية الحيوانية قطاع هام يعتمد عليه الكثير من السكان في ولاية قرغل نظرا لكونها ولاية تنموية هامة ومنطقة رعوية بارسة من هنا يأتي اجتماع وزير التنمية الحيوانية السيد دمرابط البناهي بالمنمين والفاعلين في القطاع على مستوى ولاية قرغل حيث أوضح أن الهدف من الاجتماع هو السعي إلى معرفة أبرز المشاكل المطروحة للمنمين وتبادل الأراء معهما سعيد بلقاءنا هنا اليوم والهدف منه هو أن نتبادل الأراء حول القضايا المطروحة على مختلف الإنشيطة والشعب في مجال التنمية الحيوانية وشي قد يحقق من الهداف في هذا المجال عملياً لأرض الواقع في هذه الفترة وكيف تعرفوا هذا البرنامج الذي راجعين التوفيق في تنفيذه في السنة والسنوات القادمة مبني أساساً على التزامات وتعهدات في خمط رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني برنامج الانتخاب الذي انتخب عليه الشعب الموريتاني والذي أعطى فيه حيز مهم للتنمية الحيوانية والي قرقلة سيد أحمد ناول سيدبا بيّن في مداخلته أهمية تنظيمه وعصرانة المسالخ والاستفادة من الالبال والرقابة على مختلف المنتوجات الحيوانية أردنا شاكرين معالي الوزير الذي أعطانا من وقته الثمين شاكركم أنتم مملي على مستوات دخلاتكم التي كانت على المستوى وكانت في الموضوع كان ينوم عن وعيكم وعلنوا في المفكار فعلاً نيرا دوره تفيد إن شاء الله وتفيد أنه تفيد القطاع في تطوير هذه الثروة الحيوانية المهمة شاكركم مملي على تذمينكم لدور رئيس الجمهورية في دعم هذا القطاع وإنشاء وزارة خاصة القطاع تنمية الحيوانية رئيس المجلس الجهوي لولايات غورغول وعمدة بلدية كيهيدي على التوالي السيدين أمدو بوكاربا وطهر كوني براجي عبر عن سعادتهما بهذا الاجتماع في غورغول وأكد الدور البارز لقطاع التنمية الحيوانية في تشغيل السكان وأكد في المساهمة في الاكتفاء الذاتي للبلاد خصوصاً من اللحم والألبان مداخلات المنمين وعمد بلديات الولاية تطرقت لأبرز المشاكل التي تطرح للمنمين مطالبين بتنظيم هذا القطاع الذي يشكل مصدر دخل لأغلب سكان ولاية غورغول مؤكدين أن تنظيمه يخدم الدولة والمنمين في آن واحد الوزير بعد ذلك رد على أبرز الأسئلة والملاحظات الواردة في مداخلات الحضور مبرزاً سعي القطاع لحل ما يمكن حله منها الآن وشروع في وضع تصور لحل المشاكل التي تحتاج إلى بعض الوقت مبيناً الدور الذي يحتله قطاع التنمية الحيوانية في أولويات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وبعيد انتهاء الاجتماع عدى وزير التنمية الحيوانية رفقة والي غورغول زيارة تفقد واطلاع لسوق الماشية الجديد في مدينة كيهيدي وتعهد ببدء تشغيله قريباً بعد تزويته بخدمتي الماء والكهرباء لينتقل إليه باعة المواشي في السوق القديم الذي لم يعد مكانه مناسباً نظراً لقربه من الأحياء السكنية وسط المدينة لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة كيهيدي أدت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة صباح اليوم رفقة وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة زيارة ميدانية لمقر المفاوضية العامة لمعارض موريتانيا وقد مكنت زيارة من الإطلاع على تحضيرات الجارية لمشاركة موريتانيا في إكسبو دبي 2020 أكتوبر المقبل في إطار الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة من جهة ووزارة البيئة والتنمية المستدامة من جهة أخرى تندرج هذه الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي لمقر المفاوضية العامة لمعارض موريتانيا حيث تجولت داخل أجنحة المعرض التي تشمل أجنحة صنعة في موريتانيا وزر موريتانيا واستثمر في موريتانيا وفي مختلف الأجنحة تلقت الوزيرة شروحاً عن مدى جاهزية تلك الأجنحة للمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي رفقة وزيرتنا وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيدة ناهمة حمدي والمكناس وزارة البيئة والتنمية المستدامة رائعي رسمي لمشاركة موريتانيا في إكسبو 2020 بالإضافة إلى تنظيم حدث في الجناح الموريتاني خلال الأسبوع المخصص للبيئة والتنمية البيئي ستكون معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مشاركة في إحدى المنتديات عالي المستوى مع نظرائها الإماراتيين والدوليين ستشارك موريتانيا في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 المقرر تنظيمه ابتداء من فاتح أكتوبر 2021 إلى غاية الحادي والثلاثين من مارس 2022 وتعول موريتانيا على هذا المعرض لجلب الاستثمار والتعريف بموريتانيا وما تزخر به من إمكانات ثقافية وسياحية وصناعية هامة أشرف وزير الإسكان والعمراني والاستصلاح الترابي صباح اليوم بوليتين واقشوط الجنوبية والشمالية على تدشين توسعة إذنتين أو 72 فصلا مدرسيا بالولايتين الفصول للمدرسية تهدف توسعتها إلى الإسهم في خلق بونا تحتية تواكب تطورات الحاصلة في المجال التربوي ببلادنا تدشين توسعة الثانوية رقم ثلاثة بمقاطعة عرفات بولاية واقشوط الجنوبية التي تحوي 16 فصلا دراسيا وتوسعة الثانوية رقم خمسة بنفس المقاطعة المكونة من استددف فصول دراسية من قبل وزير الإسكان والعمراني والاستصلاح الترابي ورفقة السلطات الإدارية والأمنية في الولاية الوزير عين الفصولة وتلقى شروحا من طرف المنفذين للأشغال تناولت نوعيتها ومدام لأمتها للدراسة وفي مقاطعة التوجنين بولاية واقشوط الشمالية اطلع رفقة السلطات الإدارية والأمنية في الولاية على توسعة مدرسة الشيخ ماء العنين وعلي بن يبي طالب بالمقاطعة التي تشرف على تنفيذ الأشغال فيها مؤسسة المستقبل في مجال البناء والمقاولات الوزير حس على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة في مجالي البناء والأشغال فيارة تدخل في إطار تفقد الأعمال التي شرف القطاع لتنفيذها لكن هذه المرة كنا نستلمو مباني في الولايتين عبارة عن بناء مشاءات تعليمية جديدة في شكل توسيعات فيها 28 فصل دراسي بمقاطعة عرفات تتعلق أساساً بمؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي كذلك أما بالنسبة لتوجونين كانت الاشغال كاملة عبارة عن توسعات مدارس ابتدائية وهي تم خلال هذه العملية توجيه 44 فصل مدرسي طبعاً أهداف هذه الاشغال هي تلبية رغبة وزارة التعليم في زيادة قدرة استيعابية لمختلف المؤسسات التابعة لها وإن شاء الله هذا الإنجاز يتمثل في 72 غرفة مدرسية جديدة التي تساهم في تعزيز القدرة الاستيعابية لمختلفة لمؤسسات لمعنية بهذا المشروع توسيعة هذه الوصول الدراسية في ولايتي واكشط الجنوبية والشمالية الممولة من برنامج أولويات الموسع والمنفذة من طرف وكالة التنمية الحضارية يأتي ضمن السياسة الوطنية الهادفة إلى توفير الأقسام الدراسية المناسبة بغية خلق التعليم النوعي يستجيب لمتطلبات العصر أعلن اتحاد مؤسسات النساء زوال اليوم في مقره إطلاق 57 مشروع صغيراً لفائدة منتسبات الاتحاد ويرمي الاتحاد من خلال هذه المشروعات إلى مكافحة الفقر وإشراك النساء ودمجهن في الحياة الناشبة تعزيزاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد خاصة بالنسبة للنساء المتعففات يأتي هذا الدعم المقدم من طرف اتحاد مؤسسات النساء المتمثل في تمويل 57 مشروعاً صغيراً لصالح النساء المنتسبات للاتحاد إن هذه المشاريع تأتي في إطار تمويلات برنامج أولويات موسع لبخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني الذي يشرف عليه قطاع التشغيل والتكوين المهني منذ سنتين وهو برنامج يهدف إلى القضايا على البطالة في صفوف الشباب والنساء وذلك من أجل زيادة النمو الاقتصادي في موريتانيا ويؤكد اتحاد مؤسسات النساء مسايرة هذه المبادرة لتوجه الحكومة على أمل أن تنعكس إجاباً على النشاط الاقتصادي للنساء المستفيدات إننا اليوم بصدد إطلاق عملية تمويل كبيرة ومهمة ستستفيد منها 57 سيدة بحجم تمويل معتبر ونحن إذا نعبر لمعالي وزير التشغيل والتكوين المهني العميق امتناننا وإرفاننا للثقة الكبيرة التي منحنا إياها لاتحاد مؤسسات النساء فإننا نتمنى من الله العلي القدير لمفقنا جميعاً لما فيه خير بلدنا وشعبنا بعد تسلمهن للقروض ثمن العضاء الاتحاد النسوي على لسان المتحدثة باسمهن هذه اللفتة الكريمة من لدن الاتحاد تسمي مستفيدة من هذه القروض شاكل رئيس الاتحاد السيدة خطم شاكل دول القلبة على هذه العناية الفائقة لعاطية المرأة الموريتانية على العناية العاضية للمرأة الموريتانية جميع ضياف جامعة المرأة الموريتانية من قرون موريتان الأربعة في هذا الاتحاد طالبة من جميع النساء الموريتانية منتسبوا لهذا الاتحاد بلد الاتحاد جمثل المرأة الموريتانية ويرى عضاء الاتحاد النسوي أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز روح التضامن بين المنتسبات للاتحاد نظم تجار سوق العاصمة القديم تظاهرة ثمنوا خلالها قرار رئيس الجمهوري القاضي بإعادة الحقوق لأصحابها وكان السوق المذكور قد تم إغلاقه قبل أربع سنوات ما أثر بشكل عام على العامل نبيه وعاد الحق إلى أصحابه بعد أربع سنوات ظلما وحرمانا من أحد أسواق العاصمة المسمى محليا بكرش البطرون أحد أقدم الأسواق بالعاصمة يعود لأصحابه على يد رئيس الجمهورية محمد الشيخ العزواني الذي أصدر تعليماته بإعادة السوق لذويه مؤكدا بذلك وقوفه إلى جانب أبناء شعبه من الضعفاء والمهمشين ومن التجار الذين عاشوا فترة عصيبة بسبب توقف نشاطهم التجاري نحن تجار كرش البطرون المؤيد قرار رئيس الجمهورية بإعادة هذه السوق لأصحابه هذه الفعالية وهذه الأفراع وهذه المسارات تعتبر اليوم دخلة كل البيوت الموريتانية في شميع الجهاد والطبقات والشرايح والفيات كل البيت اليوم من بيوت الموريتاني تأثار وفرح ودخل تلك المسارة الفرحة بذلك القرار الصائب والقيم والرحيم بإعادة هذه السوق لأصحابه لفتة إنسانية من رئيس يقدر شعبه ويقف معه في أصعب الأوقات وقفة تقابل بالتذمين من قبل تجار بسطاء عانوا الأمرين قبل الحصول على الانصاف والمساندة قرارنا شاكرين على هذا القرار الذي يقبل الكرش البطرون الذي انقبله منهم والمن وعدوانا وانقبل حيوانهم وانقبل ممتلكاتهم وانقبل أموالهم وخرجوا ضحن نهارا مصيوعين من ليلهم وحيوانهم أراهم شاكرين السيد الرئيس وطالبين منه اعلنوا يوفي لهم المساء يعدلهم ملكية المرصى الحمد لله شنبي شو عشرين سنة الحمد لله نحن نعملو هون فالسوق نعملو هون فالسوق عايشين فيه بكرام وسلام والحمد لله ومنذ أربع سنوات انقبل منه ظلما وعدوانا وتشردت بعض التيفاء وبعض الباية المتجولين في الأسواق والحمد لله عباد ورانا شاكرينهم للنساء اللي قاموا كاملات يناضلوا عن حقهم شاكرينهم حتى وشاكرين جميعا اللي ساهم معانا في هذا ساهم معانا في هذا نضال انين قبوا حقهم وشاكرين فخامة الرئيس ويعتبر هذا السوق من أكبر الأسواق المريتانية حيث يحوي مئات التجار من أصحاب المحلات والباعة الصغار لكن توقف نشاطهم التجاري قاذف ببعضهم إلى الشارع وبفضل هذا القرار التاريخي من رئيس الجمهورية سيعود الجميع للعمل وتعود الحياة من جديد إلى السوق بعد سنوات من التوقف أفادت شبكة الاتصال لداري بوزارة الداخلية والمركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية تهاتل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وهذا لك على النحو التاريخ ترجمة نانسي قنقر 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 تسترت لجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال لجنة الوزرية الخاصة بتسير الطوارئ نشرتها اليومية حول الخسائر التي تسببها الأمطار في المشاة العمومية في ولاة الحوض الشرقي وتحديدا مقاطعة ولاة شرعت آليات في إصلاح الأضرار التي لحقت بسد ولاة وترميمه ويعادة تأهيل ممرات مدخل المدينة وفتح طرق المؤدية إلى الجامع العتيق والمركز الصحي في مركز بوستيل الإداري بمقاطعة تنبطغة أدت الأمطار الغزيرة إلى سقوط بيت في قرية بوحفرة بسبب عاصفة مصحوبة بالأمطار وقد عينت السلطة الإدارية طبيعة الأضرار لتغلب عليها وإلى جورجل حيث تحديداً قرية التوت التابعة لبلدية الكسيب واحد فقد أدت الأمطار الغزيرة إلى وفاة طفل غرقاً بعد سقوطه في بركة مياه أما في ولاة قدمغة وتحديداً مقاطعة سيل بابي فقد أدت الأمطار إلى تعرض جزء من الطريق الرئيس عند الكيلومتر 7 من مدينة سيل بابي باتجاه بود لأضرار جسيمة جرأ السيول أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم الوضعية الوبائية لجائحة كورونا في بلادنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نتابع فيما للنقطة الصحفية للإدارة العامة للصحة العمومية حول مسجدات الحالة الوبائية كما تسجيل 241 إصابة جديدة من ضمنها 10 مخارطين و231 من الحالات المجتمعية كذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم تسجيل 319 من حالات الشفاء الجديدة فيما للأسف تم تسجيل أربع وفيات نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته ارتفع عدد الإصابات المسجرة منذ بداية الوباء ليبلغ 28.438 من ضمنها 9477 من المخارطين أضمنتها 10.755 من الحالات المجتمعية و206 من الحالات الوافدة كذلك بلغ إجمال حالات الشفاء المسجلة منذ بداية الوباء 24.137 فيما بلغ إجمال الوفيات 609 تبلغ الحالات النشطة اليوم 1692 من ضمنها 1561 بدون أعراض 78 بأعراض خفيفة و53 حالات حريجة تتوازع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي إصابة واحدة في كل من أمرج النعمة مبادقة لعيون تم شكط إصابتان في باركيول إذنتان كذلك في قلو إذنتان في مبوت واحدة كذلك في كل من مقامة منقل ألاك إذنتان في بابا بي 12 في بوغي 3 في مبان 7 في مقطع الحجار 9 على مستوى مقاطعة بوتي لميت إذنتان في كرمسين 1 في المزاردرة 9 في وادل ناقة 11 إصابة جديدة تم تسجيلها على مستوى مقاطعة تركيز 9 في روسو إذنتان في أوجفت 5 في أطار إذنتان كذلك في شنقيطي 20 على مستوى مقاطعة نواذيبو إذنتان في المجرية إذنتان كذلك في تيججا قابو إذنتان وإذنتان في سريبابي 7 على مستوى مقاطعة الزوارات إذنتان في أجوجة 3 في بنشاب 10 في مقاطعة الكسر 7 في السبخة 30 في تفرق زينة إذنتان في دار النعيم 14 في تيارت 24 في توجونين 17 في عرفات 5 على مستوى مقاطعة الميناء وأربعة على مستوى مقاطعة الرياض عدد الفحوص المجرات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلاغ 2343 من ضمنها 1867 من الفحوص السريعة تدار و474 من الفحوص بسار بالنسبة للوضعية التلقيح خلال الـ 24 ساعة الماضية تم إجراء 441 جرعة أولى و58 جرعة ثانية تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 يلاحظ المتتبع للساحة تراخي المواطنين في التكييد بالإجراءات الاحترازية والإقبال على أخذ اللقاح المطاد للفيروس أمور جعلت البعض يطالب المواطنين بالتوجه إلى مراكز أخذ اللقاح واتباع الإجراءات الصحية تتسارع وطيرة انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد ومعها تتزايد أعداد الإصابات والوفيات في ظل استهتار واستهزاء لا مبرر لهما من قبل المواطن من الشعب الموريتاني أنه يطبق الإجراءات يعاون الدولة يعاون الدولة الدولة لا بدالها من الشعب الشعب هو اللي يبني الدول ولا بدالهم من يعاونها في المحن اللي إليها يلتزم بالحضر ويقبض الكمامات وكلهم اللي حافظوا رأسوا يقولوا يقولوا يا الله يقد يحرك لا يواسيها إياك تعدد قد تسيطر عليه الدولة الوفيات كورونا نحن إن شاء الله يحمينا المولارة منهم ومن ثالي يأتنا كما قاتل الدولة تباينت آراء المواطنين حول مستوى خطر الجائحة وإن أجمعت تلك الآراء على خطورة المرحلة ليبقى الحل بيد المواطن فلا حل سوى أخذ اللقاح والتقيدي بالإجراءات الاحتراسية تدخل سلطاوي بالقرامات وبالنوع كامل تباعد الصح التباعدة مشكلة ومشكلة بهالي الأسواق ما أجد يخلق فيها التباعد الغالي الأسواق هي اللي يجب أن تعود فيها الكمامات متوفرة الكمامة يجب أن كل إنسان يتحافظ إليها كما أمرت سلطات العليا من تمتزل الناس الأوامر من أجل الحفاظ على ذاتهي وعلى كل إنسان أن يحترم هذا الإجراء لأنه أولا حفاظ على نفسه وحفاظ على مجتمعه يقترب الخطر أكثر انتشارا وعدوى ومع ذلك يقجم المواطن عن أخذ اللقاح وتبذل السلطات أقصى الجهد في توفيره وفتح المراكز للتلقيح نشكر زميل سلم الحميد الذي رافقنا فيما مضى من هذه النشرة بلغة الإشارة تتوصل في عموم التراب الوطني عملية أخذ اللقاح المضاد لكوفي 19 الذي يعد أفضل وسيلة للوقاية من هذا الوباء وقد سعت السلطات العمومية في البلاد إلى توفير اللقاح في المراكز المخصصة لهو التوعية بأهميته تجنبا لتشاري كورونا المتحور في ظل استمرار أزمة كورونا العالمية يجمع أغلب ذوي الاختصاص أن أنجع السمول لمواجهة الفيروس المتحور هو اللقاح ولا شيء غيره موريتانيا ليست بدعا من التوجه العالمي الرامي لمواجهة الفيروس بالتلقيح لذا تبدل السلطات شهدا كبيرا من أجل توفير اللقاح دولة هامة عنها تلقاح للأقل 63% من مجموعة السكان في أقرب فترة قد يصح فيها ذاك وقبض الاحتياط لذاك عنها تعود الجميع الأصيادة عنها توفر اللقاح قدر المستطاع مع أنه اللقاح طارح مشكلة في العالم كامل وجوده المستوى العالمي ما يستجاب للطلب المطروح والدولة عدة جهود كبيرة بالتعاون مع إنيسياتيف كوفاكس اللي هي تنظم هذا المستوى العالمي ومعمل للتعاون الثنائي بين بعض من الدول الصديقة وبعض من المنظمات لا يقتصر دور السلطات على توفير اللقاح فقط بل يشمل أيضا توعية الواطنين بأهميته ودوره في تعزيز مناعة الأفراد ضد الوباء التلقيح هو السبيل الوحيد للنجاة من هذا الفيروس واثبت نجاعته ولا في ضرر وما عنده أي مشكلة وطالبين المواطني كاملين يتوجهوا المراكب الصحية وهذه مسؤوليتنا ويجب أننا كاملين نعودون نتعاونوا إيدا في يد إن شاء الله نأخذوا هذه المحلة المتثبع لمؤشر إقبال المواطنين على التلقيح يلاحظ أن الإقبال عليه في تزايد مطرد وهو ما يوحي أن جهود التوعية بأهميته آتت أكلها الإقبال من البداية عادي مع الموجة الثانية نزاد نعدل الحمد لله 150 في زيادة عد زيادة عد أقل شوي الحمد لله والناس بدأت تقوم الإقبال لباس الحمد لله على الفاكسين الناس لا تفاكسيني ترجع دير ديزين دوز الحمد لله ولا قطر هنا أي مشكلة رغم ما تشهده مراكز التلقيح من إقبال لم تصل بعد إلى المستوى الذي تسعى السلطات إلى تحقيقه وهو ما يتطلب مزيدا من التوعية لتحقيق مزيد من التجاوب والإقبال سبيلا لصد هذا الفيروس الذي أرهب العالم أجمع إلى أدرار حيث أطلقت سلطة تنظيم النقل الطرق في مدينة أطار حملة تحسيسية بخطورة الموجة الثالثة من كوفيد-19 وتسعى السلطات الجهوية في ولاية أدرار من خلال هذه الحملة إلى تحسيس المواطنين وحثهم على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19 للوقوف في وجه تزايد الإصابات جهود كبيرة تبدلها سلطة تنظيم النقل الطرقي في الحرب على كوفيد-19 فمن مدينة أطار أطلقت السلطة حملة تحسيسية مجهزة بكل الوسائل تحت إشراف والي أدرار السيد حداد مبالي يترى الذي أكد بالمناسبة ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والإقبال على مراكز التلقيح شاكرا سلطة تنظيم النقل الطرقي على هذه الجهود الجبارة وفي إطار هذه الحملة تعتزم سلطة تنظيم النقل الطرقي توزيع ما يقارب الستة ألاف كمامة والكثير من وسائل التعقيم كما حثت الجميع على تلاقي اللقاح الولايات هنا طالبين من الناقلين والفاعلين معانا مجال النقل على أنه يتعاون معانا في المهمة والزميع المواطنين كاملين في عملية التحسيس التي قايمين به وعلى امتداد الترى الوطني منها نختير التعقيم الناس كاملة تعود عندها والكمامات والتباعد ويقر ذلك الإسراءات وساسا عندنا تلقيح عملية إساسية وفاصل الدولة فيها وداعية لها كاملة نظمن عاليا هذه الحملة اللي لا يبدوها مليون للا شكل لا يستخدم منها لطار في صفة عامة لأنها لا يتمس ناقلين والمنقولين ووكالات النقل والفاعلين مجال نقوم المواطنين وعلى الميدان تواصلت عمليات التحسيس فرادا وجماعات وزعت سلطة أفرادها يعبئون بخطورة الفيروس ويزودون المواطنين بآليات الوقاية منها ويحثنهم على التوجه إلى مراكز التلقيح نجينا هنا اليوم من مدينة تطار في إطار الحملة التي أطلقتها سلطة طميم من نقل الطرق مؤخرا على عموم التراب الوطني تستهدف تؤية المواطنين من ناقلين ومنقولين وفاعلين في ميدان النقل حول خطورة جائحة كورونا وتوعيتهم أهمية اللقاح وانتهاز الفرصة في وجه هذه الموجة التي تشتاح بلادنا في هذه الأيام وطالبين من المواطنين جميع المواطنين وجميع الناقلين ومنقولين وفاعلين في ميدان النقل لتوجه أماكن التلقيح راهم يتوفر في جميع التراب الوطني وتستهدف هذه الحملة محطة النقل التي تشهد هذه الأيام إقبالاً متزايداً نتجة موسم القيطنة في ولاية أدرار ونحن بدورنا لا نبخل لا نبخلوه لأننا تلتزم بالإجراءات في طهر الكمان والتباعد والنظاف وتعد هذه المرة الثالثة التي تواكب فيها سلطة تنظيم النقل الطرقي جائحة كورونا بالتعبئة والتحسيس ليظل المواطن في حذر من فيروس لا يرحم محمد عمر بن لول الموريتانية مدينة أطار في ولاية شيري الدلوالي رفقة السلطات لدارية ولمنية بالولاية زيارة تفقد وطلاع لمحطات النقل والأسواق بمدينة جوجل تهدف هذه زيارة إلى التأكد من تطبيق كافة الإجراءة الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 وفق ما تمليه الاستراتيجية الجديدة المتبعة لمحاصرة فيروس كورونا المتحور تطبيقا للاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى التصدي لفيروس كورونا المتحور الدوالي إنشيري زيارة تفقد وطلاع بمدينة أكجوجل شكلت فيها الإدارة الجهوية لسلطة تنظيم النقل الطرقي وجهته الأولى للتأكد من مدى جاهزيتهم لهذه المسؤولية الوطنية بالمدينة شرح فيها الوالي الاستراتيجية الجديدة للحكومة في محاربة كوفيد-19 فيما شكل السوق المركزي بمدينة أكجوجت المحطة الثالثة لهذه الزيارة حث فيها الوالي الجميع على ارتداء الكمامات وإلزام مرتدي هذه السوق باحترام المسافة الآمنة تجنبا للإسهام في اتشار العدوى الفيروسية هذه الزيارة كانت فرصة لنا وتشهد على ذلك على أن فهم تحسن في احترام الجراءات احترازية من ناحية زبناء وساكن المدينة اللي يجو للأسواق وهذه الفرصة كانت مولي فرصة لنا لأن نقوم بعمل تحسيس وإبلاق السفريات من أجل ضرورة جميع ركاب سياراتهم يحترموا بإجراءات احترازية خاصة دير الكمام وقلت احتزام بذلك الإجراءات يجيب لأن نقضوش إجراءات ضد مخالفين هذه العملية ملية وتحسيس نشهد بالدعم وتواكم خاصة للمنتخبون على المستوى البلاي قائمين بمسؤولياتهم كما يطلبون للحال ومولي نشكر مجتمع المدنية وناس المطوعات شفتوهم من الأسواق في الشوارع قائمين بتحسيس كبير وجهات صحية فعلا العاملون في سلطة تنظيم النقل الطرقي اعتبروا أن هذه العمليات التحسيسية واجب وطني وديني يدخل في صميم اهتمامات السلطة قمنا بزيارة الوكلات والمرص من أجل التحسيس بهذا المرض الخطير مسؤولية كل حد مننا أمام الله وأمام رأسه أن يقوم بهذه المسؤولية هذه التعليمات قُبلت بصدر الرحب من مؤسسات النقل بالمدينة مؤكدة تعاونها دائما في هذا الإطار مع كافة المعنيين بالعملية أشكر السلطات المحلية على الدور القايمة به في الحملة التحسيسية ضد هذا الوباء عادنا الله وإياكم منه جميعا كما أشكر السلطة تنظيم النقل الطرق على توفير بعض المستلزمات الوقائية تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الوطنية المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المتحور نحن نصط وهاف بقناة الموريتانية أدينة أكجوجت للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستضيف لكم من مدينة كجوجت سيد محمد محمود همات المدير العام للعمل الصحي بولاة إنشيري أهلا وسهلا بك سيد المدير بداية ماذا عن الوضعية الوبائية على مستوى مدينة كجوجت وولاة إنشيري بشكل عام نعم كيف تعرف ولاية إنشيري هي إحدى الولايات التي تأرضت هذا الفيروس في البوجة الثالثة بكميات كبيرة وكانت متصاعدة هذه الحالات المسجلة وبالتالي وصلت عدد الحالات بشكل إجمالي إلى أكثر من 530 حالة من بين 95 حالة نشطة ومن بين هذه 95 حالات تم تسجيلها في 24 ساعة العخيرة إذن على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من طرف السلطات الإدارية والمجتمع المدني والمنتخبون ما زالت الولاية تسجل الحالات وحالات نشطة وحالات جديدة خاصة لمستوى كجوجت وبالنشاب اليوم تم تسجيل أو أمس تم تسجيل في كجوجت ثلاث حالات وبالنشاب حالتين ماذا بخصوص الإجراءات الصحية المتخذة لمحاصرة كورونا وماذا عن تعاطي السكان معها في هذه الولاية نعم فم جهود كبيرة مبدولة من السلطات الإدارية والمتخابون والمجتمع المدني ومنذ الأسبوع الماضي فم حملات تحسيسية كبيرة خاصة من طرف سلطة تنظيم الطرق ومجموعات شبابية بالإضافة إلى المجتمع المدني لعبة دور كبير وهي مستمرة إلى غاية اليوم كان عندنا أيضا زيارة ميدانية من طرف سيد الوالي وجميع سلطات الإدارية والمنتخبون للأسواق وأماكن النقل العمومي من أجل التأكيد على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية وأهمية التلقيح والاستمرارية في تلقيح شكرا جزيلا لكم كنتم معنا من مدينة جوجت أدى والي تقاند صباح اليوم زيارة تفقد وطلال عدد من المحاطات الحيوية داخل مدينة تيشيجر الاطلاع على مدى استجابة المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19 تأتي زيارة في إطار توصيات التي قدمتها اللجنة الجيوية لمواجهة كوفيد 19 وحث المواطنين على التقييد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح السوق المركزي بمدينة تيشيجر كان المحاطة الأولى من زيارة والي تقاند السيد المختار الحندى الهادف إلى توعية المواطنين بخطورات المرحلة وضرورة حثهم على آخر اللقاح المضاد لفيروس كورونا أما المحاطة الثانية من الزيارة وكانت سوق المواشي حيث أعطى الوالي تعليماته للعاملين في السوق بحتمية آخر اللقاح وإلا فإنهم معرضون للمضايقة في أعمالهم اليومية حتى يلتزموا بالتعليمات الصادرة في هذا المجال نحن اليوم في زيارة مبرمجة في إطار خطة اللجنة الجهوية لمحاربة فيروس كورونا والزيارة أساسا تهدف على متابعة تطور هذا الفيروس وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف اللجنة الجهوية لمحاربة الفيروس والتي كان من بينها في الأسابيع الماضية إعطاء مهلة الفئات معينة من ساكنة الولاية بضرورة التلقيح وضرورة كذلك احترام الإجراءات الاحترازية وكالة النقل العمومي كانت هي الأخرى محطة من محطات الزيارة حيث وكد المشرفون عليها تلقيهم للجرعة الأولى من اللقاح وحثهم لجميع الركاب بأهمية أخذه إنقاذا لأنفسهم وللآخرين وكذلك كان لسان حال تجار السوق بالنسبة نحن الممثلين المحطة عدلنا التلقيح لقاح كامل وكنا العمار كامل الحمد لله من اللي عدلوا ذيك عمل التلقيح ومشاوا قايسين بل من اللي عدل في التلقيح ولاقحوا الدق وبعط ذيك الدقة مزاد قالتنا لها الدقة الثانية إن شاء الله ما فاتح المعوقت سابق مشي الوالي هون الحقنية فم صديق لي كنت نسوله عن الأسرة اللي عندي وصلني عرفة فيها مرض مزمي ياك العالم كامل للمرض لا تحد شك فيه والدول اللي أقوى من نحن في جميع الأمور خلات ما لا يدخل ليهون حد إن شاء الله وتعالى ما قلت عني ما إله قلت تلحق معه ومن حد ما هو دق ما ندين عليها مركز الاستطباب بمدنة تيججا كان المحطة الأخيرة من زيارة الوالي حيث تجول في مختلف أقسام المركز قبل أن يزور نقطة كوفيد لمعرفة أحوال المصابين الذين يتم حجزهم داخل المركز وتتكفل وزارة الصحته بشؤونهم كافة والي تقاند كان مرفقا خلال الزيارة برئيس المجلس الجهوي لجهة تقاند والحاكم المساعد لمدينة تيججا إضافة للقادة الأمنيين والعسكريين بالولاية محطات الزلاث كانت وجهة والي تقاند في إطار الحملة التحسيسية ضد الموجة ثالثة من جائحة كورونا مؤكدا خلال أحاديثه مع المواطنين اللابدل عن أخذ اللقاح وأن مرحلة ما بعد اليوم سيكون التعامل فيها يميل لصالح حامل البطاقة الخضراء عبدالله يوليسلم الموريتانية مدينة تيججا في مدينة كيف انطلقت صباح اليوم حملة تحسيسية بمخاطر فيروس كورونا منظمة من قبل سلطة تنظيم النقل الطرقية وتضمنت هذه الحملة توزيع كميات من الكمامات ومواد التعقيم والنظافة على الناقلين والركاب تتضافر جهود القطاعات الحكومية تصدياً للموجة الثالثة من جائحة كورونا سلطة تنظيم النقل كقطاع عمومي حيوي أطلقت حملة تحسيسية وطنية كانت ولاية العصابة واحدة من محطاتها وفيها ساهم القطاع بكميات من الكمامات ومواد التعقيم والنظافة إضافة لحث منتسبي على التوجه لأخذ اللقاح ضد كوفيد 19 سلطة العمومية كاملة ترقب حملة كبيرة وموسعة من أجل هدفين أساسيين هدف الأول هو لوشيه الناس اللي ما فيها تدقى ندريس مرة راكز اللقاح يكتك باللقاحات إضافة للالتزام بالإجراءات الاحترازية اللي تعرفوا كاملة من قصير الليدين للتباعد للتعقيم الأماكن العمومية ديران الكمامة هاي الجهود اللي ما يتعامل عليها الناس كاملة وهي آيات كاملة ما الذي تعطي نتيجة ونحن لازم علينا نتعاون مع الدولة فتوجهها اللي يهدف مصلحة المباطن أساساً الحملة جابت شوارع مدينة كيفا لتوزيع الكمامات والمناشير التحسيسية حول خطورة الجائحة وكيفية الوقاية منها بوسائل النقل هذه الحملة قائمة بها السلطة التنظيم النقل الطرقي هي الرابعة من نوعها وقامت السلطة بإرسال بعث في جميع التراب الوطني عندها سجارات وعندها أبواق وعندها مواد تعقيم وكمامات الهدف هو تحسيس المواطنين خطر هذا الوباء والعس منه وقامت السلطة بإرسال تعميم جميع المحطات الطرقية فيها 14 توصية يالتحدي التزم به طبقا لتوصيات وزارة الصحة المركز الصحي بالمقاطعة شهد حملة تلقيح لعمال القطاع كنشاط تعبوي حول أهمية أخذ اللقاح لتحصين المجتمع من تفشي فيروس كورونا وذل اللقاح توجهنا له كامل اليوم بعمالنا وكنا حامل بطاقته وكنا إن شاء الله مستعد لدير الجرعة الثانية والعملية متواصلة وعندنا عملية التحسيس بعد اليوم في ولاية العصابة لمدة خمسة أيام وإن شاء الله تعد في الأماكن العمومية أماكن النقل طباب بل تجمع الناس كامل إن شاء الله لا يعدد فيه وشاكر السلطات على الحامل الهب المعدل توجه حكومي بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ يهدف أساسا لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الواقية من انتقال فيروس كورونا إلى جانب الإقبال على التلقيح لاحتواء الجائحة سبيلا للقضاء عليها نهائيا تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة كيفة أيدي الكرام ننوه بهذا الخبر العجل الذي يظهر على الشاشة الآن أمامكم وحيث أعلنت لجنة مراقبة الأهلة كما هو ظهر على الشاشة طبعا أن يوم غد الثلاثة هو فاتح شهر محرم للعام 1443 هجري بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم كل عام وأنتم بخير الآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل حيث ينضم إلينا مدينة كيفة مراسلنا متالي للصادق وينضم إلينا كذلك عبدالودود والسيدنة من مدينة رسول نبدأ معك متالي متالي إلى أي حد أسهمت الحملة التحسيسية في إقبال المواطنين على التقييد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح المضاد لكوفي 19 في كيفة نعم إسماعيل كما تعلم أن حملات التعبئة باتت حملات التعبئة تركز أو تنقسم إلى قسمين الأول حول ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والتباعد وهس اليدين هذا الأمر لا زال دون المطلوب هنا على مستوى ولاية العصابة بشكل عام ومدينة كيفة بشكل خاص أما الثاني يركز أساسا على الحث المواطنين على الإقبال على مراكس التلقيح وهذا أمر بات أو هذا الإقبال بات كبيرا جدا خاصة خلال 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية صح القول من يوم أمس واليوم هناك إقبال مكثب وكبير جدا نحن اليوم كنا في المركز الصحي بكيفة هناك العشرات إنما أقول لك المئات سماعيل يريدون أخذ اللقاح حتى أن إدارة المركز اضطرت إلى فتح نقطة أخرى داخل المركز لاستعاب العداد الكبيرة من الراغبين في أخذ اللقاح وبالتالي هذا مؤشر جيد أن عملية التحسيس حول ضرورة أخذ اللقاح أتت أكلها إلا أن التحسيس لا يزان دون مستوى وبالتالي هناك جهود عمومية وجهود من المجتمع المدني في هذا الخصوص حتى يتم الوصول إلى مستوى الذي وصلت إليه عملية التلقيح أو أكثر لأن من دون تمسك بالإجراءات الاحترازية يبقى العمل منقوصا وإن كان التلقيح كما قلت لك يعطي مؤشر جيد أن الوعي بات يزداد بشكل كبير بين صبوك المواطنين هذه الأيام نعم أشكرك زميل المتالي والصادق كنت معنا من مدينة كيف في ولاة لبراكنا تواصل سلطة تنظيم النقل الطرق بمدينة ألاك حملتها تحسيسية بضرورة أخر اللقاح المضاد لكوفيد 19 وتدخل أنشطة سلطة النقل في إطار الجود التي تبدلها سلطات العليا للبلد والجهات الصحية الرامية إلى الجهود الرامية إلى توعية المجتمع حول خطورة جايحة كورونا وما تستدعيه من تذابير وقعية وتشارك في الحملة المنظمة من قبل سلطة تنظيم النقل الطرق سلطات الإدارية والمصالح الجهوية والفاعلون على مستوى مدينة ألاك هذا وقد أكد المتحدث باسم ججنة التحسيس على مستوى ولاية البرك أن هذا العمل أنضاف لسلسلة من الأنشطة التبعوية الهدفة إلى مواجهة لروسي كورونا الحملة هي الرابعة تطلقها سلطة التنظيم النقل الطرقي في كافة موريتاني وقضية التحسيس وقضية التحسيس الجديد لهذه الدقة التي يردت المواطن كاملين يعود يديرها وهذا مهم ويردت المواطن من اللي يعرف صيفته هي رئيس الجمهورية شيد محمد الشيخ القزواني نهاره هذا اطلاقها وذلك يدل عن الناس كاملة تتهم بها وتواكبها ونحن بعد صيفة خاصة سلطة التنظيم النقل الطرقي وطلقناها في جميع موريتاني يشهد المركز الصحي المكاطعي وسط مدينة وذب إقبالا من المواطنين لإجراء الفحوصات وتلقي اللقاح ضد حفوان ضد فيروسي كورونا التي ذلك تزامنا مع حملات التعييز وتحسيس في ظل المرحلة الجديدة من الفيروس المتحور في ظل دخول مدينة واذبو مواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا المركز الصحي المقاطع بوسط المدينة يتحول إلى وجهة لإجراء الفحوصات وتلقي اللقاح ضد الوباء المتحور مواطنون في طوابير انتظارا لنتائج الفحوصات وآخرون لتلقي التطعيم ضد الفيروس العالمي جاينا لك في أخبار لنا نعود لتست ومواصل جسد أبريل لنا نعود لتلقيه لأنه لا بد رقاج يعدل التست وبربيان الساسيري على النباط نيغاتيف لأنه يقدر صحته جيدة وتأكد ويتأكد محيطه لأن هذا ضروري جدا جاينا هون مع الصباح ندور الدقة وندور ملي نعدل التست ونعدل غاحصه معناها على المواطن يزيد في الكامل خالق من الاحتراز والعس يزيد فيه هي كانت الحالة قامت هيشة وضارك امتانت وكذرت وكذروا لامراضيات المواطن كامل الناس تتباعد وتحذر وتؤكد المصالح الصحية المعنية بالمدينة تزايد أعداد الراغذين في إجراء الفحوصات وكذا تلقي اللقاع حيث بلغا من تلقوا التطعيم بالولاية ما يزيد على 14 ألف نسمة التلقيح ضارك على قدم وساق ومفتوحه جميع مراكز المدينة المركز الصحي اللي احنا فيه ضارك نقاله وركز المقاطعة وعلى مستوى مستشفى الجهوي على مستوى مركز الترحيل وعلى مستوى مراكز البلدية وعلى مستوى السنيم وبولنوار مقاطعة تنواذيبو بشكل عام إذن على الجميع لأنه يتقرب لياك يجب أن يتحلوا الفرصة للتلقيح في السراق ووقت ممكن لياك نوقف عن هذه الجائحة ونقطع مسارها لياك تتوقف عنها ما يخصصها الفحوص الفحوص صارك عندنا إقبال كبير من الناس وطبيعة الحال مع التحسيس عمليات التحسيس اللي قامت بها الإدارة اللجنة الجهوية لهذا الوباء على مستوى نواذيبو بقيادة الوالي والي المدينة وهذا الفحوص موجودين ومتاحين للجميع لكنهم يخضعون عملية واضحة رقاج اللي يحاسب شي عنده أعراض ورقاج اللي يملي مخالط الناس اللي مصابة وأكد إصابتها مع تزايد الوعي بأهمية اللقاح يشهد المركز الصحي المقاطعي إقبالا من قبل المواطنين وهو ما يعني أن حلقة في مواجهة الموية الثالثة قد بدأت الفاغ أولي الشيباني قناة الموريتانية نواذيبو انطلقت صباح اليوم بمدينة روسو حملة تحسيسية بمخاطر فيروس كورونا منظمة من قبل تجمع شباب روسو تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين وتحسيسهم حول خطورة الجائحة وضرورة الوقاية منها بالأحرى ينضم إلينا من مدينة روسو مراسلنا عبد الودود والسيدنا إذن بدأت قبل العودة أو ينضم إلينا عبد الودود نعيد مقدمة الخبر قليلا حيث انطلقت صباح اليوم بمدينة روسو حملة تحسيسية بمخاطر فيروس كورونا مؤظمة من قبل تجمع شباب المدينة تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين وتحسيسهم كما أسلفنا حول خطورة الجائحة وضرورة الوقاية من هذا الفيروس حملة تحسيسية جديدة ضد فيروس كورونا المستجد لشباب تجمع روسو تم إطلاقها بحضور عمدة بلدية روسو السيد بامبويل درمان وعدد من الفاعدين في المجتمع المدني الحملة تأتي في سياق سلسلة من الحملات التعبوية والتحسيسية تقوم بها الأندية وروابط الشبابية الناشطة في المدينة من أجل محاربة الوباء والحد من التشاري هذه المناسبة نشكره شباب تجمع روسو لهذه المبادرة القيمة التي تدخل في صميم توجيهات سامية للحكومة في إجراءات احترازية لمكافحة هذا الوباء الفتاك نشكرهم على حماسهم وعلى اتخاذهم المسؤولية والمبادرة في هذه الأيام الجائحة في تصاعد مخيف والتي نأمله كاملين لمجهود المواطنين خاصة الشباب منهم شملت هذه الحملة الأسواق الرئيسة وعددا من محطات النقل بالمدينة كما تم توزيع ستمائة كمامة على رواد الأسواق والمسافرين إضافة إلى كم من الملصقات التي تعكس خطورة المرض وسبل الوقاية منها طبعا البلد محتاج أدرك الشباب ومحتاج الناس كاملة توقف معها نتقدم نتصد داول هذه الجائحة للأسف الشديد في الفترة الأخيرة بدأت الحالات تزداد يوم بعد يوم من واجبنا أن نقوموا بهذه الحملات التحسيسية لمستوى مدينة روسو وطالبي من الشباب كاملين لمستوى الوطن عنهم يقوموا بنفس الحملات بالأجل أن نحسوا الناس حول خطورة هذه الجائحة وحول أن الناس تحافظ على المسافة وتحافظ على اقتداء الكمامة وطالبي من جميع سكان مدينة روسو عنهم يتوجه شهر الدقة وتسعى الهيئات الشبابية من خلال هذه الحملات إلى الإسهام الفعال في جهود السلطات الجاوية الرامية إلى مكافحة الفيروس على مستوى مدينة روسو وولاية الترارز بشكل عام عبد الودود السيدنة الموريتانية مدينة روسو إذن الآن تمكننا من الاتصال بعبد الودود السيدنة من روسو عبد الودود نرحب بك مجددا معنا في هذه النشرة ونود أن تحدثنا عن الوضعية الوبائية في روسو وماذا عن مستوى إقبال المواطنين على أخل اللقاح والتكيد بالإجراءات الاحترازية مساء الخير باتة مساء الخير إسماعيل باتة في حال ما إنا نظرنا إلى المعطيات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بشكل يومي نلاحظ بشكل لافت أن الوضعية الوبائية في ولاية الترارز بشكل عام متطورة بشكل لافت ومتسارعة بشكل كبير هذا التسارع ملحوظ نحن اليوم عندنا 41 حالة 9 حالات في روسو 9 في واد الناقة 9 في بوتلميت 11 في مقاطعة اركيز وحالتان في كرمسين وواحدة في المدردر هذا التزايد مقلق إلى حد ما في بعض المقاطعات خاصة مقاطعة اركيز التي بدأت بعض قراءها الريفية تشهد تزايدا ملحوظا لذلك هذا التزايد ملحوظ هناك أيضا بعض العوامل مثل العوامل الجغرافية بعض المقاطعات قريبة جدا من العاصمة نواكشوت ويفيدوا إليها العشرات من المواطنين بشكل يومي وتشهد أيضا عملية احتكاك ما بين المواطنين القاطنين فيها والمسافرين من خلالها مثل بوتلميت وواد الناقة وروسو إلى حد ما فيه ما يتعلق باللقاح نحن رصدنا هذه العملية خلال الأيام الأخيرة هناك إقبال ملحوظ على مراكز التلقيح هناك مركزين في مدينة يروسو هناك مركز في المركز الصحي بالمدينة الموجود وسط المدينة وهناك مركز موجود في المستشفى الجهوي في الكيلومتر السابع هناك إقبال من طرف شديد من طرف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السنوة لاحظنا أنه في الأيام الأخيرة بدأ الإقبال من طرف المؤسسات والإدارات والمصالح الجهوية هنا على المستوى الجهوي هذا بالإضافة طبعا إلى عدة مراكز منتشرة في الولاية في جميع المقاطعات في المدينة في بوتلميت في واد الناقة وفي روسو وفي كرمسين وفي بعض المراكز الإدارية عموما هناك إقبال لا بأس به ومعتبر على الوقاع فيما تعلق باحترام التدابير الوقائية حقيقة هناك احترام كبير ووعي من طرف المواطنين تشاهد هذه الإجراءات هذا من ناحية من ناحية أخرى بدأت السلطات الإدارية الجهوية هنا في مدينة روسو تنفذ أو تطبق البروتوكول المتعلق بالعقوبات على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات سواء تعلق الأمر بعدم ارتداء الكمامات داخل الأسواق أو التباعد الاجتماعي في حال الأماكن التي عادة ما يتجمر فيها المواطنين وعموما نحن نتحدث عن وضعية وبائية بدأت تشهد تزايدا ملحوظا في عموم ترابي الولاية في المقابل هناك حملات تعبوية وتحسيسية بدأت تدخل على المشهد خاصة في صفوف هيئات ومنظمات المجتمع المدني طبعا جنبا إلى جنب مع سلطات الجهوية المحلية شكرا جزيلا لك عبد الودود السيدنة كنت معنا من روسو تتوصل بمقاطعة طينطان حملة التحسيس والتوئية بأهمية أخذ اللقاح للوقاية من فيروس كورونا وتتوفر المقاطعة على وحدة للكشف عن الإصابة بهذا الداء وجناح خاص بالتلقيح تظهر مدينة طينطان ملتقا تجاريا يشكل وجهة يومية للتلاقي بين الباعة والمتسوقين من مختلف القرى بهذه المقاطعة المترامية الأطراف هذه الوضعية استدعت من السلطات المحلية أن تكثف جهود التحسيس والتوعية بأهمية الإقبال على مراكز التلقيح للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل والأخذ بكل الأسباب المعينة على محاصرة الوباء هذه الحملة شملت طبعا الأسواق وشملت لماكن عمومية وماكن تجمعات تم تقسيم المدينة لأهلة قطاعات وكل قطاع كلفت به مجموعة أيضا من المجتمع المدني من أجهد التحسيس وعلى كل حال لوحظة في السبوع الأول من هذه الحملة أن فهم إقبال لا بأس به على التلقيح ورغم هذه الجهود ما زال الإقبال على التلقيح دون المستوى المطلوب إذا ما تمت المقارنة بعدد سكان المقاطعة وما يتطلب من المواطنين مزيدا من التجاوب مع النصائح والإرشادات لرفع التحديات الصحية الراهنة هذه المقاطعة تتوفر فيها واحدة اللقاح للناس كامل الذين راقبوا في التلقيح وفاتوا جعونا نوعين من اللقاحات واحد أسترازينيكا وواحد سينوفرم بالنسبة للأسترازينيكا عدلنا بهيك الحاملة الماضية واستفاد من هلفين ومئتين وستة وثلاثة واربعين دقت هنا على مستوى المقاطعة وبالنسبة للقاحة الموجودة فيكس بذات إلى حد الساعة دقت 970 اللي هو مجموعه كامل يثل التلاف ومئتين وثلاثة عشر بذات لقاحة على مستوى المقاطعة وقد سمح توفر مستلزمات تلقيح بالمركز الصحي بالطينطان لساكنة المقاطعة بأخذ جرعات الوقاية من كوفيد في ظروف ملائمة أنا يعرضكم يا الموريكانيين تديروا دقيقة به اللي مهمة احنا هذا المرض انتشر وعادة كرم القرار وإحنا هاي مدينة الطينطان ناسها بعض عامة انتجشها كاما تديرها ولا يبقى حد منها ما دارها أنا بعد بسميانا والسوموليسي درتها هدك تتاوي دارها هذك حاله ونصح الناس من هذه الدقة كاملة رجال ونساء وصبيان وكامل يديروا اللي مهمة وصالحة ورعيني دقيت حالا فتبارك الله ولا هي حرة ولا خالق الهشيس وشنه والناس كاملة يا الله لا توجه لمراكز الصحية وتدقوا ذاك اللي قالها تعذروا توهلوا وقايا خارم العلاج وهكذا ومع كل موجة جديدة من هذا الوباء يزداد الوعي الصحي لدى المواطن بفعل حملات تحسيس والتذقيف الصحي التي عمت مختلفة أرجاء الوطن في مسعى من الدولة إلى توسع دائرة الإرشاد الصحي من مدينة طينطان لباتو المداح الموريتانية عقد والي العصابة سيد محمد الأحمد مولود صباح اليوم بمدينة كيف اجتماعا باللجنة الجهوية للأمن الغذائي والتغذية تنفيذا للتعميم الصادر عن مفوضية الأمن الغذائي القاضي بإنشاء لجان جهوية مكلفة بالسهر على أوضاع المواطنين فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتفادي أزمات التغذية ومن أبرز مهم هذه اللجنة متابعة الحملة الزراعية ومستوى تقدم النشاطات المقام بها في مجال الأمن الغذائي والتغذية إضافة إلى الوضعية الرعاوية في الولايات ومتابعة التموين وأسعار المواد الغذائي على مستوى أسواق الولايات المتدخلون الثمنوا فكرة إنشاء هذه اللجنة التي من المتوقع أن تعطي دفعا للجهود المبذولة من قبل السلطات العليا للبلد من أجل التحسين من الظروف المعيشية للمواطنين مقدمين جملة من المقترحات لإنجاح عمل هذه اللجنة وقد أكد والي العصابة أن تشكيل هذه اللجنة يدخلوا ضمن جهود الدولة الرامية إلى الاهتمام بالمواطنين وتوفير الظروف المناسبة لهم في إطار حرص الدولة الاهتمام بالمواطنين بالحقل لأيهم تم إنشاء مرسوم لجنة الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الأمن الغذائي والتغيب مرسوم رقم 61-2021 تاريخ 21 يبريل 2021 هذه اللجنة تهدف من خلالها المفوضية تزويدها بالآلية مستدامة للوقاية من أزمات الأمن الغذائي والتغذية تمكينها أيضاً وشركائها من التدخل في الوقت المناسب والتنسيق محكم مفعال هذه الآلية للمستوى المركزي عنده هيئتين هيئة فنية للتشاور مدعومة من طرف هيئات جهوية مسؤولة عن جمع المعلومات والبيانات حول الأمن الغذائي والتغذية وفيها أيضاً هيئات أخرى جهوية التي هي لجنة جهوية للأمن الغذائي التي هي رأسها الوالي وعضاء فيها مستجهوي ورأسها المصاح الفنية منظمات الدولية للولاية اختتمت بمكاطعة دار النعيم فعالية البطولة الجاوية للكاراتي المنظمة من قبل جمعية الأخوة للكاراتي ورياضات الدفاع عن النفس بتعاون مع الاتحادية الموريتانية للكاراتي والانضباطات المماثلة قد تم في ختام هذه البطولة تسليم الشهادات للتلاميذ الفائزين في امتحان تجاوز الأحزمة المنظمة على هامش هذه البطولة مقر جمعية الأخوة للكاراتي ورياضات الدفاع عن النفس بمقاطعة دار النعيم بولاية وقشط الشمالية شكل مصرحاً لبطولة الكاراتي المنظمة من قبل هذه الجمعية بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للكاراتي والانضباطات المماثلة نحن سعداء نكون معكم في هذا النشاط المهم في هذه الرياضة المهمة رياضة الكاراتي ونعتقد أن قضية الرياضة هي قضية أساسية ومهمة مهمة في الجانب الصحي ومهمة في الجانب التأطيري ومهمة في الجانب التكويني ومهمة أيضاً في جانب آخر هو الأساسي وجانب الحماية الذاتية والدفاع عن النفس وأشكره كذلك على هذا العمل الجبار والفريد الذي تقوم به هذه الجمعية لسد الفرق وبالتروح الرياضية لدى الشباب والبراعي نائب رئيس الاتحادية المورتانية للكاراتي والانضباطات المماثلة ورئيس جمعية الأخوة للكاراتي ورياضة الدفاع عن النفس السيد الشيخ سيد لامين وليالي نوها بأهمية تنظيم هذه التلاهورات والدوري الذي ستلعبه في نشر فنيات وإسالي بهذه اللعبة القتالية النبيلة على مستوى مقاطعة دار النعيم وولاية الواكشوط الشمالية بشكل عام البطولة التي قدمت خلالها استعراضات متنوعة عكسة المستوى البني الذي وصل إليه ممارس هذه الرياضة بمقاطعة دار النعيم توجت بتقديم العديد من الشهادات للتلامدة الذين تمكنوا من النجاح في امتحانات تجاوز الأحزمة المنظم من قبل الجمعية على هامش هذه البطولة إضافة إلى تسليم شهادات تقديرية لبعض الشخصيات الرياضية والإعلامية التي أسمت في تشجيع هذه الرياضة ودعم أنشطتها على المستويين الجهوي والوطني لن بهذا تنتهي نشرة المسايا لم يبقى لنا إلى التذكر بأبرز ما جاء فيها لجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفي-19 تخصص اجتماعها لتقييم واستعراض الحالة الوبائية وتقرر إجراءات للحد من اتشار الفيروس مدينة كيهيدي تحتضن اجتماعة الشاوريين لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في مجال تطوير قطاع الثروة الحيوانية تجشين وعدة فصول مدرسية بولاية النواكشوط الجنوبية والشمالية لمواكبة تطورات الحاصلة في المجال التربوي نكررها دائما للوقاية من فيروس كوفي-19 بادروا بتلقيح والتزموا بالإسراءات الاحترازية دمتوا فيما لنا ومن اللقاء اشتركوا في القناة